السلام عليكم ازايكم في الفيديو ده انا اخترت ستة ارقام مستحيل كسرها في كرة القدم ومن وجهة نظر الشخصية لان انا عارف ان في ارقام واحصائيات اتحقق اكتر من كده بكتير ولكن الستة اللي انا اخترتهم دول مش كتير بيحصلوا في كرة القدم ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاية هيكون فيديو مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية ستة ارقام مستحيل او غالبا ما بتحصل في كرة القدم 30 يرضى ممكن ننسى مباراة ما وما نقدرش نفتكر احداثها وممكن ننسى العيبة بعينها وما نفتكرش اسمائهم محد من صحابك يفكرك بيه ولكن من الصعب جدا انك تنسى اهداف جميلة سجلها نجوم المستديرة وفضلت اسمائهم خالدة في سجلات كرة القدم النجم السويد العملاق ازلطان ابرايموفيتش اللي ابهر الجميع في مباراة ودية كانت بين منتخبين السويد وانجلترا في عام 2012 فبعد ما سجل ثلاث اهداف عشان يحول تأخر منتخب بلاده للتقدم بثلاث اهداف مقابل هدف واحد سجل هدف خيالي باك ورد روع عشان يمنح السويد هدف رابع وازهل كل اللي موجود في الملعب ولكن الجميل في الهدف انه اعتلى الارض بمسافة وسط لأكتر من اثنين متر ويسدد الكرة باك ورد من مسافة 30 يارضا بشكل مش ممكن حد يتخيله وبرغم ان الهدف جيف نوفمبر عام 2012 الا ان ترشحات الفيفا لأفضل هدف في العالم عن العام اللي بعده 2013 كلها صبت في مصلحة الهدف ده وبالفعل توج النجم السويدي بجايزة بوشكش لأفضل هدف في العالم ده كان اول رقم او هدف صعب جدا انه يتكرر في الكرة مرة تانية تاني رقم وهو تسجيل ميسي لأكتر من 91 هدف في موسم واحد ده بالفعل رقم قياسي لأكبر عدد من الاهداف المسجلة في موسم واحد او في عام واحد وده بالتحديد كان يوم 22 ديسمبر 2012 وبعدها وبسبب الرقم القياسي العالمي ده توج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بلقب الكرة الزهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة على التوالف في نفس السنة دي ميسي محققش مع برشلونة غير لقب كاس الملك بس ولكن ارقامه الفردية اهدته رقم قياسي غالب بعد ما حطم رقم الاسطورة الالمانية مولار واللي سجل 85 هدف في عام 72 منها 72 هدف مع فريق الباير و13 هدف مع المنتخب باجمالي 60 مباراة على فكرة مولار مش اللي هو مولار الواحد تاني كان بيلعب من زمان يعني ولكن فجأة البرغوس الارجنتيني صاحب 25 عام في الوقت ده لما كسر الرقم ده اللي استعصى على الجميع وسجل 91 هدف في 69 مباراة منها 77 مع برشلونة و12 هدف مع منتخب الارجنتيني وقبلها اتخطى رقم الجوهرة البرازيلية بليه اللي سجل 75 هدف في عام 58 مع فريق سانتوس ومنتخب السلساء وده كده كان تاني رقم من الصعب انه هو حد يوصل له او اي لاعب انه يوصل له مرة تانية تالت رقم وهو فوز الاستولة البرازيلية بليه بكاس العالم ثلاث مرات واللي جيه الفوز الاول في السويد عام 58 ودي البطولة اللي لعب فيها بليه دور اساسي واللي سجل فيها هدف الفوز بمباراة الربع النهائي على حساب ويلز وسجل كمان في النص النهائي ضد فرنسا اما اللقب التاني كان في البطولة اللي بعدها على طول عام 62 في شيلي وعلى الرغم ان مشاركته كانت محدودة في البطولة دي لانه سجل في المباراة الافتتاحية وبعدها تصاب وفقد اللي تبقى من البطولة من مباريات ولكن البرازيل بالفعل استمرت في الفوز وقدرت انها تحقق اللقب اما اللقب التالت فكان في عام 70 في المكسيك ما كانش بليه في افضل حالاته بسبب الاصابة ولكن قدر انه يسجل اربع اهداف وفاز في النهائي على ايطاليا وبالفعل قدر انه يفوز بالكورة الذهبية وده كده كان ثالث رقم من الصعب ان اي لاعب يكرره مرة تانية رابع رقم وهو تسجيل كريستيانو رونالدو 17 هدف في النسخة واحدة من بطول الدورة بطال اوروبا من ابرز الارقام القياسية اللي حققه رونالدو في البطولة الاوروبية الاقوى على مستوى الاندية كونوا اكثر اللاعبين تسجيلنا الاهداف في موسم واحد ولكن نجح في الوصول للرقم القياسي ده اللي كان في موسم 2013-2014 اللي قاد فيه ريال مادريد للحصول على بطول الدورة بطال اوروبا للمرة العشرة في الوقت ده في تاريخه وده كان رابع رقم صعب ان اي لاعب يكرره مرة تانية خامس رقم وهو تسجيل خمس اهداف في تسع دقائق للنجم ليفندوسكي في 22 ستمبر 2015 وفي المرحلة الستة من البوندسليجا سطر ليفندوسكي اسمه في تاريخ البوندسليجا وسجل خمس اهداف في تسع دقائق عشان يقلي بتأخر فريقه باير ميونيخ بهدف الشوت الاول لفوس صاحق خمسة واحد على فولفو سبورت في قمة مسيرة وده كانت اسرع خماسية في التاريخ وده كان خامس رقم طبعا صعب جدا ان اي لاعب ممكن يكرره مرة تانية خمس اهداف في تسع دقائق سادس رقم وهو تسجيل هاتريك في دقيقتين بس للنجم سادي ومانيه في يوم 16 مايو 2015 سجل النجم السنغالي سادي ومانيه بقاميس فريق ساوس هامبتون اسرع هاتريك في تاريخ الدوري الانجليزي الممتع وبالفعل نجح مانيه ان يسجل هاتريك في اقل من ثلاث دقائق وبالتحديد دقيقتين وستة وخمسين سانية وده كان في مرمى استون فيلا في ختام موسم 2014-2015 وفي الوقت ده اللي شاهد هبوط فريق استون فيلا لدور الدرجة الاولى وسجل اسد التيرانجا السلاسية دي في الدايق 13-14-16 من عمر المباراة وانتهت المباراة بفوز صاحق لساوس هامبتون على استون فيلا بستة اهداف مقابل هدف واحد بس وكده مانيه هو اسرع لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الانجليزي وتاني اسرع لاعب في تاريخ كورت القدم وده كان بعد الانجليزي تومي روس اللي سجل ثلاث اهداف في دقيقة ونص بقاميس فريقه كاونتي ضد اقليم نيرن ضمن الدرجة التانية من الدوري الانجليزي وده كان بالتعديد في 28 نوفمبر لعام 64 فيه كانت ست ارقام مستحيل كسرها في كورت القدم او صعب تكرارها مرة تانية من وجهة نظر وده ليه؟ لان كورت القدم مليانة بالارقام والاحصائيات وزي ما انتم تابعين ميسي وكريستيان وكل يوم برقم جديد في كورت القدم عشان كده في النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي حيكون فيديو مهم جدا 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 وشكرا لك جميعا